السؤال اللي ممكن يدور في أذهان ناس كثير قوية فضلت الشيخ أنه أنا طول رمضان اتلهيت اتشغلت كان عندي شغل كتير كان عندي عزمات كتير اتشغل أي شخص اتشغل لسبب أو لآخر أو شايف نفسه مقصر في أداء العبادات اللي كان على الأقل نفسه إن هو يعملها أوفنيت وإن هو عملها فبيبقى في بعض مداخل الشيطان كده خلاص أنت فاتتك الفرصة خلاص أنت مش تلحق تعمل حاجة إلا عمل عمل ناس بتصوم وبتقوه وقيام الليل بتصلي قيام الليل لمدة شهر أنت هتعمل إيه دلوقتي حضرتك ردك إيه على الناس اللي بتبقى معتقدة بداية هي مسألة أن أنت تشعر بالفوات هذا نوع من تلبيس إبليس عليك بحيث أنه يضيع عليك اللي جاي كمان لماذا؟ أولا لأنه عندنا قاعدة واضحة أن ليلة القدر غرفعة تعينها يعني مش معروفة أني ليلة فمن الممكن تكون آخر ليلة كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ليلة القدر هي ليلة يكون القمر فيها مثل شق الجفنة شق الجفنة ده إمتى اللي هو الهلال يعني الهلال بيكون إمتى بيكون في ليلة 29 يعني آخر ليالي رمضان فمن الممكن تكون آخر ليلة ومن الممكن تكون ليلة 27 وقد ورد في الحديث عن ابن عمر قال هي ليلة الواحد والعشرين وفي رواية أخرى قال هي ليلة السلس والعشرين وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال هي ليلة يكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فيها صلاة الفجر فيسجد في ماء وطين يعني المطر هاتمطر وهينزل المية شديدة بحيث النبي يكون بيصلي فتنزل المية عليه فتجعل الأرض طين قال فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة وكانت ليلة الخامس والعشرين فالروايات عديدة الروايات عديدة ومعنى أنها عديدة في تعيين الليوم ليس هناك تعيين لم يعد هناك تعيين لأمر مهم لأن الروايات مختلفة في تحديد الليلة وهذا يوحي بأمر أن هذه الليلة تتنقل في العشر الأواخر بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شهر الرمضان فلم يجدها فاعتكف العشر الأواصف فلم يجدها فقال للناس من كان منكم معتاكفا في العاشر الأواخر فعسى أن تكون فيها يعني سكون الليلة في هذه الليلة الأمر الآخر هناك أمر نفسي وحيلة نفسية في التعامل مع الطعاط وهو أمر خطير اللي هو الانتقاء أنا عاوز كده حط ثلاث ورقات واختار يا بختك بقى ممكن تطلع الليلة دي خلاص أنا خدتها والأمر منتهي هو إحنا لو سألنا نفسينا هو لماذا الله أخفها ما كان قادر أنه يعلم بهذه الليلة لكن أخفها لحكمة عظيمة وهي ليزداد الطائع في طاعته لو علمنا جميعا أن ليلة القدر هي ليلة 22 أو 23 أو 25 بقيت الشهر بقى هلوه أربعة بقيت الشهر ونركز في هذا اليوم فقط هيبقى الأمر منتهي أنا خلاص ما أنا أدركت الليلة اللي إحنا بنسعى عليها وسيكون الكلام منتهي يعني الحكمة في استدامة الطاعة يبقى في استدامة للطاعة استدامة واستزادة ونوع من أنواع الاختبار ما هي أفضل الأعمال المستحبة في يوم ليلة القدر؟ هو كما قلنا أن ليلة القدر غير معلومة ولذلك العمل اللي إحنا هنعمله هنعمله طوال العشر الأواخر من شهر رمضان أول هذه الأعمال هو نوع من أنواع الدعاء والإقبال على الله فعلا أنا ظروف شغلي ممكن ما بتسمحش أن أنا أتفرق طول الليل والنهار خلاص ما فيش مشكلة لكن على الأقل تجعل لنفسك ساعة نصف ساعة على قدر المستطاع لعلك تدرك به شيء مما فاتك وهذه الليلة أحب الأعمال فيها الدعاء والسيدة عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله بما أدعو قالت قال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنك تدعو بالعفو تدعو بالمغفرة تدعو بالدعاء اللي لازم يكون فيه ضابط مهم في بعض الناس للأسف بيقول إيه أنا هأدعو في ليلة القدر على فلان اللي ظلمني وده غلط أنت بتشغل بالك بالدعاء على بعض الناس وإنت محتاج أنت من المفترض في هذه الليلة أول شيء تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ثاني شيء إنك لا تدعو بإسم ولا قطيعة رحم ثالث شيء إنك تدعو لنفسك وبالدعاء اللي بيخص اللي نفعه عام رابع شيء إن دعاءك هذا يكون بالدعاء المأسور مش الدعاء المتكلف أنت بتسمع بعض الناس بيدعو الآن كأنه بيلحن كأنه بيطول في الدعاء بتطويل ممل يغني في الدعاء بطول يمل والنبي لم يكن هذا من هديه بل كان يدعو دعاءا قصيرا واضحا مأسورا ولذلك أنا لما أدعي أدعي بدعاء النبي أدعي بدعاء من القرآن ترجمة نانسي قنقر